أعتقد أن هذه الرسالة إذا فهمناها في العمق فإنها تعني ربما الدقائق الأخيرة لتنظيم القاعدة في سوريا ولكن بطبيعة الحال عندما نقول الدقائق الأخيرة يمكن أن تستمر مدة معينة خاصة وأنه في الفترة الأخيرة ظهرت مكافآت ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن الجولان وفي هذا نفهم أن تصفيت النصرة في هذه المنطقة أصبحت وشيكة وبالتالي فالضوائر في الحقيقة يفتخر بانتصار موهوم لأن النصرة هي ليست أكثر قوة من داعش